ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماعا مع المسؤولين في القطاع الرياضي والشبابي عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة والمتوافقة مع القرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لتعزيز الإجراءات والتدابير لمنع انتشار مرض كورونا كوفيد-19 وقد شهد الاجتماع مشاركة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس لعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عضو اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة السيد محمد حسن النصف أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وسيد محمد حمد العجمي المستشار الرياضي لسمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقد ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال العمل المتواصل والدؤوب ومتابعة سموه لكافة المستجدات المتعلقة بمرض كورونا كوفيد 19 وأكد سموه أن الجهود مستمرة في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتعزيز كافة الخطوات لحماية المجتمع ولسيما المجتمع الرياضي البحريني وتعزيز الوعي لدى كافة الأفراد بهمية تطبيق الإجراءات المتبعة للوقاية من هذا المرض مشيدا سموه بتفاعل الرياضيين بتطبيق الخطوات الاحترازية فالمسؤولية مشتركة في ذلك من أجل التأكيد بأننا جميعا فريق البحرين ضد كورونا وخلال الاجتماع أشهد سموه بقرار اللجنة الأولمبية الدولية وتعاون الحكومة اليابانية لترحيل إقامة دورة الألعاب الأولمبية إلى صيف عام 2021 مؤكدا سموه أن هذا القرار يأتي في صالح الجميع لحمايتهم من انتشار المرض من جانبهم ثمن المسؤولون متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكافة المستجدات المتعلقة بالإجراءات لمنع انتشار مرض كورونا بالصورة التي تدعم تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإجراء المزيد من الخطوات الاحترازية التي تساهم في حماية الرياضيين ترجمة نانسي قنقر